أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت رينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر وخلال اجتماعه بوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق أعلى معايير الجودة للصنع الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصلة والمعصرة وأيضا مراعاة تشغيل رأس المال بطرق فاعلة لصالح الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعية على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية بالإضافة إلى التنصيق مع الجهات والجمعيات الأهلية والقيادات المحلية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تلك الجهود لرصد المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبالورة أفضل الصبول لتنفيذ الحلول المناسبة طلق وزير الخارجية سمع شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وحرس بلينكين على التأكيد على أهمية الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتم تبادل وجهة النظر والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية حيث حرس شكري على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا وثمن بلينكين الدور الهام الذي تطلع به مصر في إطار آلية دول الجوار السودان مبرزا حرس الولايات المتحدة على التنصيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على الحكم في الناجر رفضها للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا إكواس ردا على الأحداث التي تشهدها البلاد ووصفتها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية وشددت المجموعة العسكرية على أن الناجر لن تقضى للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة مؤكدة على أن الغالبية العظمى من الشعب وضعت ثقاتها فيها لإنقاذ الوطن حسب تعبيرها وجهت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ إجلاء جزئي لطاقم سفارتها في الناجر وأعلنت توزارة الخارجية الأمريكية أنه نتيجة لتطور الأوضاع في الناجر سيتم مغادرة الموظفين الحكومين غير الأساسيين في السفارة مع عائلتهم كما أعلنت رفع مستوى التأهب لناجر من الدرجة الثالثة إلى الرابعة نصحة جميع مواطنيها بعدم السفر إلى هناك بسبب الوضع الأمني وأوضحت الوزارة من خلال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الذي أبلغ رئيس الناجر المخلوع محمد بازوم في مكالمة هاتفية بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في ناجر وجهت فرنسا اتهامات إلى روسيا بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر على نحو متعمد من خلال تدمير بناء تحتية أساسية لتصدير الحبوب وفي بيان لها قالت أن ناطقته باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن روسيا تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة على حساب السكان الأكثر ضعفا عبر رفع أسعار المنتجات الزراعية ومحاولة منع أحد منافسيها الرئيسيين من تصدير منتجته وهي أوكرانيا وأعلن وزير البنية التحتية الأوكرانية ألكزاندر كوبرا أكوف أن الضربات الروسية التي استهدفت منشآت تابعة لميناء أوكراني على نهر الدنوب أدت إلى إتلاف حوالي أربعين ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير ترجمة نانسي قنقر